رحب فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين رحب بقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان وكبار رجال الكنيسة الكاثوليكية وعلمائها في علامنا العربي وأكد شيخ الأزهر خلال كلمته في اجتماع مجلس حكماء المسلمين وكبار رجال الكنيسة الكاثوليكية المنعقد بالبحرين أن الاجتماع المشترك بمثابة شعاع نور يبعث الأمل في ظل التحديات العالمية المغاصرة كما لفت شيخ الأزهر إلى أن أزمة البيئة وتغير المناخة هو انعكاس لأثار الأداء واقتصاد السوق والرأس مالية كذلك شدد الأستاذ الدكتور أحمد الطيب على أن معظم الشرور في العالم انبعاثات حتمية لأزمة الأخلاق والإلحاد وإقصاء الدين محذرا من دعوات الانفلات الأخلاقية ترجمة نانسي قنقر